كان يا ما كان وهالحكاية من جنوب لبنان من ستة الله يطول بعمره بتقول الحكاية انه كان في ملك ظالم وهيزي الحال في اغلب الاحوال في ملك ظالم وهالظالم ارر بيوم من الايام انه يتخلص من كل كبار السن انه يتاخدوا كلياتهم ينحطوا بوادي لحالهم ويموتوا ويتركوا لهنيك وما عد بدوا كبار السن بمملكته لانه كبير السن حسب رأيه هو عاله بيستهلك ما بينتج وهيك صار الشعب ما قدر قاوم ظلم الملك وتخلصوا من بياتهم واماتهم الكبار بالسن او جداتهم واجداتهم الا شاب واحد ما قدر قلبه يطاوعوا يعمل هالشي خبه بيو بقلب الكوارا الكوارا هيك متل ما كان خاص كانوا يخبوا فيه الاكل من الايام زمان خبه بيو بقلب الكوارا وعى السكات وبعيد عن عيون الملك وعيون جواسيسه قدر خلى بيو عايش لانهار تفتل معه فتلة الظلم للملك من جديد وبقلهم كل الشباب بكرة عند اول الفجر بدون يروحوا على الحقل ويحصدوا الهوى يحصدوا الهوى بدون يحصدوا الهوى وكل الوقت من الفجر للغروب بدون يضلوا الموطين ممنوع حدا لا يعلي راس ولا يعلي ظهر كل اياتهم قالوا حاضر إلا هالشاب فتح الكوارا وقالوا يا باية هالملك بدو ينا نعمل هيك كيف بدي ضمني أنا لمدة كل نهار وموطي بهالطريقة ما بقدر قالوا يا باية ليك شو بتعمل انت وعم تحصد الهوى وتعمل بإيديك هيك كل شوية بتعمل إيدك وبتحطه عتمك وبتعل ضهرك وانسألك الملك ليه قالوا يا ملكنا اللي بيحصد بدي يدوء لحصده وانا عم بدوء الهوى عم بدوء اللي حصدته تاني يوم عند الفجر كل هالشباب قاعد موطي ما حدا قادر يعلي ظهرهم عم بيطق من الوجع وقال له هالشاب كل شوية بيعمل هيك وبيعمل إيدك وبيعلي ظهره ايجا الملك قالوا انت شو عم تعمل مين سمحلك تخالف القرار اللي عطيته قالوا لا يا ملكنا أنا ما بخالف قراراتك بس مت ما بتعرف الحصيدة اللي عم نحصدها بنا ندوء لنشوفها إذا منيحة أو مش منيحة وانا عم دوء بس بعلي ظهري بعلي راسي وبدوء قالوا تعالى قرب لعندي انت زكي كتير بدي اختبر زكائك بثلاث حززير اذا عرفتن رح عينك عندي وزير وان ما عرفتن رح قاصصك عالمخالف اللي عملت اليوم قالوا دخيلك شو بدك يا ملك قالوا الحزورة لأول يوم بتقول بدي اياك تعرف ركزوا معا إذا بتعرف الحزورة كيف إذا الخروف أكل كتير كتير ما بينصح ولو إي تعرف شي تعرف شي أبا يسأل الشيف راح لعنبي وقال له يا بي دخيلة كيف بحلها الحزورة قال له بتقله للملك الخروف بحط الأكل قدامه ما بخليه يوطي لياكل وبحط بوجه زئب تخلي عينه بعين الزئب كل الوقت بتخليه مرعوب وقلبه عم بيدق بسرعة وأنا بتعم الخروف بإيدي على الخوف حدا بينصح راح لعند الملك وقال له هيك جواب الحزورة بحط قدامه زئب والزئب عينه بعين الخروف وأنا بتعميه بإيدي ما بيوطي راسه قال له حلو حزورة الثانية كيف بتقدر تكون لابس بإجرك وحافي بنفس الوقت بتعرف الحل؟ صعب صلاة ريمو بتعرف الحل؟ راح لعند بيو قال له شو الحل وعطاه الجواب راح لعند الملك وقال له لتكون لابس وحافي بنفس الوقت بتلبص صباتك بتشده منيح وبتقص النعل من تحت هيك أنا لابس وحافي قال له الحزورة الثالثة بدي إياك تعرف كيف أنا بكون راكب وماشي بنفس الوقت راح لعند بيو وسأله كان الجواب للملك يا ابني كاب على بغل قصير بغل صغير بتقعد عليه إجريت بدقه بالأرض وبتكون ماشي وبنفس الوقت بتكون راكب الملك تعجب كتير وقال له راح أوفي بوعدة ورح عينك وزير بس عندي سؤال هالحززير مين حلل لك ياهم انت أو حدن كبير لأنو هالحكمة ما بتجي من حدن شاب بأول عمره قال له علي الأمان يا ملكنا قال له عليك الأمان قال له لي ما إله كبير ما إله تدبير بي لي ما خليت حدا أنه يعرف أنه موجود هو اللي حلل لي هيدا الحززير قال له بما أنه عليك الأمان وبما أنه اكتشفنا قديش لكبير عنده تدبير أنا من اليوم راح طلع عرار واقف فيه هيدا القانون ورح عين بيك هو الوزير لأنه فعلا بدون كبير ما فيه تدبير حلو كتير يعني جارة يمكن بس نستخرص من القصة أنه بدنا نتشكر جددك على أول شي الحكمة اللي عطيتك إياها وهي حكاوتية هي علمتنا الحكايات حلو كتير الحكاية لحالة سبتقب الشيء من مقتها ولا يستغربوا والحلو بهذه الحكاية يمكن هلأ وقتها بالضبط لأنه نحنا فتنا بجائحة كورونا وسمعنا كتير من الآراء حاول التخلص من كبار السن ومناعة القطيع وكل الأمور إنه الكبير خلص خلص دوره بهذه الحياة بس فيه دور كتير مهم للكبير غير إنه بركتنا وغير إنه هو سبب مطرح ما من ساعدتنا هو حامل إرثي كتير كبير من الحكمة ما منلاقي إلا عند كبير السن تعرفي سارة كمان يعني وإنتي عم تروي الرواية يعني هيك بنتذكر إنه في كتير إشياء أو متشابهة بثقافات الدول العربية ربما هاي روايتك بتجمعنا أكتر صح فحلو كتير